السلام لبناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد بطبيعة الحال أن الموضوع دي اليوم مهم بزاف أكيد أن كل سيدة كتحلم باش تكون أم أكيد أن كل سيدة كذلك كتبغي تجرب وصفة طبيعية بدون لجوء للأدوية اللي كتكون مدرة في الغالب واليوم جيتكم بهذا الوصفة هدي أو الكلوميد الطبيعي للمساعدة على الحمل والإنجاب وتحقيق حلم الأمومة بطبيعة الحال دي ما شجعوني باللايكات مكرتش منكم توصلوا هاد الفيديو بالذات الأكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب كيفما كان عرفوا أن بعض النساء كيعانوا من عدم حدود الحمل بشكل طبيعي وقد يكون السبب في ذلك هو عدم قدرة المبايد وحدها على العمل دون تدخل فكتحتاج عندها لعوامل تحفيز نسميها بمنشطات التبويد إذ يستخدم الأطباء أحيانا بعد المنشطات الهرمونية لحدود الحمل ولزيادة التبويد خاصة في حالات الحق المجهري وأطفال الأنابيب وغيرها لكن هل يوجد ما يسمى بمنشطات طبيعية للتبويد التي تساعد في حدود الحمل وتنشيط عملية إنتاج المبايد وتنظيم الهرمونات عند المرأة هذا الشي اللي غادي نقولك في هذا الفيديو وغادي تفاجأ مجموعة من السيدات أنه كاين بالفعل منشطات طبيعية بدون الكلوميد يعني للكلوميد الدواء المشهور في المساعدة على الحمل بطبيعة الحال أنه يوجد العديد من المنشطات الطبيعية التي تنظم عمل الهرمونات وتزيد من التبويد وبالتالي من الخصوبة وحدود الحمل ومنها بعض الأعشاب والفواكه بطبيعة الحال أن أهم منشط الطبيعي هو العسل العسل الطبيعي الحر أو العسل الأبيض النقي من أهم المحفزات الطبيعية لعمل المبايد ويجب أن يكون العسل أصليا وخاليا من الإضافات الصناعية أو تدخل الإنسان ممكن أنك تناول ملعقتين يوميا صباحا ومساءا مع الماء فهذا يساعد على تنظيم الهرمونات وبشكل عام يساعد الجسم ديالك في التخلص من السموم وينظم عملية الهضم العسل عنده بزاف ديال المميزات ممكن تستفد منها السيدة وكذلك المنشط الآخر هو التمر بطبيعة الحال ستبقى متابعة معي الفيديو لأنني سأعطيك وصفة في هذا الفيديو هذا ستساعدك ستكون بمثابة منشط طبيعي بديل للكلوميد التي ممكن تعتمدها أي سيدة لكي تشجع عمل المبايد وكذلك تنشط من عمل المبايد للمساعدة على إنتاج عدة بوايدات ولا ربما الحمل بتوأم بإذن الله بطبيعة الحال ويكون هذا الفيديو ربما سبب حمل كثير من السيدات فحاولوا أنكم ديما تشاركوا الفيديو يلعجبكم مع الأصدقاء ديلكم أو مع السيدات اللي عندهم هاد المشكل ديال تأخر الإنجاب وكذلك حاولوا ديما تشجعوا لي الفيديو باللايكات ديالكم 2000 لايك وأكثر علش اللبش ديما تعم الفائدة بلما نطول عليكم كيف ما عرفنا بأن التمر كذلك ينشط التبويض بطبيعة الحال طالع النخيل أي يعني التمرة في بداية ديالها لكي ينتجها النخل هو أشبه بالبذور الأولى للتمور ينزج مع العسل يمكن أن تتناولها الزوجة يوميا لزيادة الخصوبة وانتظام إفراز البويضات كذلك أوراق البرقوق يعني أوراق البرقوق يعني مفيدة بزف مغلى أوراق شجر البرقوق من الوصفات الشعبية لعلاج حالات العقم والإجهاد ناتجة عن طراب المبيض فهي من الأعشاب التي تنظم حركة الهرمونات وإفراز البويضات ويساعد كثيرا في إنتاج هرمون البروجيستيرون اللي هو هرمون الحمل بين قوسين كذلك الفواكه المجففة الفواكه المجففة عموما مفيدة لتنظيم الهرمونات في حالة التخطيط للحمل وفي وقت الحمل نفسه بطبيعة الحال أهم للفواكه المجففة اللي هي المشمش اللي مهم بزاف البرقوق كذلك الفواكه المجففة كتساعد في امتصاص فيتامينها ما يساعد على تنظيم الهرمونات وانتظام التبويض كل شهر الأسماك الدهنية كذلك مهمة بزاف منها سمك تونة سلامون سيردين من أهم أنواع الأسماك الدهنية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من أحمد أوميغا 3 وكتساعد كذلك في تنظيم نسب الهرمونات في الدن خاصة هرمونات الأستروجين والبروجستيرون والتوستستيرون بطبيعة الحال المكسرات تهي مهمة بزاف وخصوصا المكسرات الغير المحمصة يعني اللي ما كتكونش فيها مواد مضافة مثل الملح أو غير ذلك بطبيعة الحال خاصة كتاكلها وهي هاكك يعني ماشي محمصة فوق المقلات وبدون إضافة الملح بطبيعة الحال من فوائد ديالها أنها كتساعد على تنظيم الحالة المزاجية والنفسية وكتساعد في انتظام الهرمونات مثل يعني اللوز من أهم المكسرات المفيدة للخصوبة لأنه كيحتوي على البروتينات والمعادن وكذلك الفيتامينات بطبيعة الحال الخضروات الورقية بالإضافة إلى الأهمية ديالها في أي نظام غدائي لجسم الإنسان فهي تقلل من الزيادة الأكثر من المطلوب في الهرمونات التي ينتجها الجسم بطبيعة الحال أنه كل سيدة كتبغي تجرب وصفة طبيعية اللي كتنشط لها البويدات وكتكبر الحجم ديالهم فجيتك أنا بهذا الفيديو باش نعطيك المنشطات اللي ممكن تناوليها على شكل طعام وكذلك المنشط أو العشبة اللي ممكن تستخدمها على شكل وصفة وتنشط لك البويدة بكل سهولة إن شاء الله غادي نعطيك في هذا الفيديو وصفتين باش تكون هناك إفادة أكتر يعني المكونات دي الوصفة الأولى ممكن أنك تجرب الوصفة الثانية وكلهم كيعطي نتائج مردية إن شاء الله الوصفة الأولى وهي عبارة عن كوب من السمسم أو الزنجلان كوب من السمسم أو الزنجلان زائد كوب من الأكاجو وأي مكسرات يعني عندك متوفرة في المنزل ديالك اللوز الجوز يعني أي نوع من المكسرات غادي تطحنهم وكذلك غادي تضفي ربع كوب زنجبيل مطحون غادي تخلطي جميع العناصر مع عسل السدر إلا ما متوفرش عندك العسل ديال السدر ممكن أنك تستغني عليه وتدري عسل الضغموس أو أي نوع من العسل ولكن يكون عسل طبيعي حر نقي أبيض مئة في المئة بطبيعة الحال باش تكون هناك إفادة أكتر تاخذهم من خامس يوم للدورة لمدة عشرة أيام ممكن كذلك تعطيل الزوج ديالك من هاد الوصفة هادي لأن المكسرات نيئة مقوية للضعف عند الرجل وكذلك الزنجبيل كيكون علاج ممتاز جدا لتأخر الحمل والإنجاب كان هاديه الوصفة الأولى غادي نعطيك بابا الوصفة الثانية باش كون هناك فائدة أكتر بالنسبة للسيدات بالنسبة للوصفة الثانية كتكون عبارة عن برنامجي يعني كتبديها من أول يوم للدورة مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام كتاخذي على الرق ثلاث تمرات كتملئهم بنصف ملعقة حب الرشاد ثلاث تمرات مملوئة بحب الرشاد كل يوم كتاخذي هاد الوصفة هادي بطبع الحال يعني كتناولها ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة كتتوقف عليها وكتجي للوصفة الأخرى اللي هي كتكون الأناناس يعني تناول الأناناس كي يقولوا مجموعة من السيدات أن هاد العلاج هذا ممتاز أو هاد الفاكهة هادي كتعاد المفعول ديال الكلوميد فحاولي أنك تناولها من اللي كتنتهي منك الدورة لمدة عشرة أيام كل يوم هاد الوصفة هادي بطبع الحال المفعول ديالها كيضاهي الكلوميد كتكبر البويضة كتنشط الإبادة وكذلك كتكبر الحجم ديال الإبادة وكتعالج ضعف التبويض من اللي كتتناولي الأناناس بطبع الحال بالموازات مع هاد الوصفتين غادي تخدي الميراميا الميراميا كل يوم غادي تخديها هي كتساهم في أنها كتعالج مشاكل الطراب الهرمونات وأي الطراب في الهرمونات كيساوي أنه كييدي إلى ضعف التبويض فحاولي أنك تناوليها كل يوم مدة خمسة عشر يوم من بداية الدورة لمدة خمسة عشر يوم وغادي توقف عليها وطبع الحال إن شاء الله غادي يكونوا عندك بويضات بحجم كبير مناسب للحمل وغاي حدث عندك الحمل بسرعة هاد الوصفتين هادو اللي ذكرت الوصفة الأولى وكذلك الوصفة الثانية اللي هي عبارة عن برنامج من أهم الوصفات اللي كيعاد المفعود ديالها الكلوميد بطبيعة الحال إلا كنتي كتبغي أشياء طبيعية ووصفات قريبة من الطبيعة واللي ما كتأثرش على الصحة ديالك بل بالعكس كتنضم لك الهرمونات وكتنشط لك الإبادة بشكل طبيعي كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى ينال إعجاب ديالكم ديما تشجعوني باللايكات تفجروا لي الفيديو باللايكات إلا أعجبكم بطبيعة الحال المحتوى دياله باش يوصل يعني الفئة كبيرة من السيدات اللي مازال عندهم حلم الأممة واللي مازال ما رزقهمش الله بالدرية الصالحة وبطبيعة الحال ديما ما تنسوش الدعاء والاستغفار ديما رددوا ربي لا تديرني فردا وأنت خير الوارثين إلى اللقاء مع موضوع جديد وفيديو جديد بطبيعة الحال بسلام عليكم